اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ننخل هذه المقادير السميد مع الفارينة يعني لازم تكونش عنا تاكتلات ولا حبيبات بها نقدروا نعجنوا العجين بكل سهولة ننخلها ممليح كما قدين تلاحظوا ومن بعد نجيب كمية من الملح الملح هنا عين كميزان كل واحدة يعني تحط لكم على حسب لاغونسي تالي عندها تاسميد نبلو الملح هنا بالماء يعني ندوبوه تماما بهم يقطع لناش العجين على الطريقة هادي كما قدين تلاحظوا من بعد نبدأ نجمع تدريجيا بالماء الماء يعني نورمال ملح هنا فيها ما هو شي ما سخون ولا بيرد ما نورمال عادي ما عادي بتاشتحارة الغرفة نبقى نزيد في الماء تدريجيا حتى نتحصلوا على العجينة هادي هنا تبتم ليح العجينة تكون يادسة ما تكون شطرية هنا نبدأ نضيفوها الماء تدريجيا ونبدأ نحلها لازم نعجنوها عمد كما قدين تلاحظوا كما قدين تلاحظوا كما قدين تلاحظوا في الصور كما قدين تلاحظوا كما قدين تلاحظوا كما قدين تلاحظوا كما قدين تلاحظوا هنا تنخفت خلاها كما قدين تلاحظوا كما قدين تلاحظوا في الصور كما قدين تلاحظوا كما قدين تلاحظوا ونضيفوها ونضيفوها لتلاجة أقل حجا ساعتين بعد ما قمت بتجميل عجينة في الفلسجدال في المدة ساعتين هنا سأخرجها كما قدين تلاحظوا هنا ونضيفوها ونضيفوه كما قدين تلاحظوا ونضيفوها طريقة الطياب انا استخدمها في راقة الديول يعني المقاس تحت كبير ولا تاجين يكون تقيل و السطح تحت املس يعني يمكن ان يتباعوا طيفاء حتى تحت ملاح روعة انا هذه هي المقلاتي نستخدمها في صنع الديول نشوفوا مع بعضانا التاريقها كيفاه نبليكيو الديول اول حاجة نديرها نحطوا يدينا في الماء وبعد نجيو هنا للعاجينة كما قاعدين تشوفوا فهات القطرح هذا هو القوام لنقدر نبليكيو به الديول نجيو كما قدت لكم نحطوا يدينا في الماء نجيو نديو قطعة كما هك يعني قطعة كما هك و نبليكيوها فوق المقلات تيعنا كما قاعدين تلاحظوا جبت المقلات تيعي حطيتها تسخن على نار يعني هادئة جدا بعد نحط القطعة تيعيه على العاجين ونمشها على هادي الطريقة هنا ما تخافوش منها العاجينة ما تحرقكم ما هيش راح تحرقكم يعني ما تحاولوش انكم تلامسوا السطح على المقلات لا يدكم في العاجين وتمشيوها على الطريقة هادي بالطريقة هادي يعني ما كانش واحدة تعلمت من اول مرة لازم الممارسة قلت لكم تعلموا حتى بكاس اكيد راح تنشحلكم حاجة طاعة الدار انضف انضف الف مرة متاع البرة بعد كي نكملوا نبريكيوها نشوفوا الاطراف تبدأت تنزع فديك الاثناء ننحي الورقة تيعي نحطها في تغشوها تكون نظيفة وانا هنا كملت الكمية تيعي كامل بتاع العاجين ان شاء الله تكون طريقة سهلة ليكم وتجرباها كي ما قلت لكم واحدة مازات متعلمة نبدأ بكاس كل مرة نبدأ بكاس انا كنت كل يوم نجرب كاس حتى نمشت فيهم يدي ما قايتش نشريهم خلاهم البره ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم شوفوا كيفها خفاف يعني خفاف خلاه وفي القلي تاحهم قلت لكم يجيوا كخوستيان يهبلوا سنديلكم بيهم يعني بوراكع النابي في الفيديو اللاحق ان شاء الله يا ربي يا ربي ان شاء الله انتمنى تكون عجبتكم الوصفة وتجرباها وتخليوا لي بيان سيخ اعرائكم ونقول لكم سلام الى الملتقى باذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة